اهلا بكم الى موجز اخبار الان قصفت من وحيات تابع لقوات الاسد منطقة اللجا شمال مدينة درعا بعشرات البراميل المتفجرة في الوقت الذي شهدت فيه منطقة درعا البلد قصفا عنيفا من الطائرات الحربية وسقط قرابة الثلاثين صاروخ من نوع فيل على منطقة درعا البلد وحي طريق السد مما دفع مجلس محافظة درعا الحرة لاعلان درعا منطقة منكوبة ذكرت مصادر امنية عراقية احد عشر فردا من تنظيم داعش قتلوا في اشتباكات متفرقة مع الجيش العراقي شهدتها مناطق تابعة لمحافظة ديالا وقالت المصادر ان مسلحين من تنظيم داعش نفذوا هجوما على احد المقار التابعة للجيش العراقي شرق بعقوبة ما اسفر عن مقتل اربعة من الجنود ثمن مجلس الوزراء الاماراتي مبادرة الشيخ خليفة بن زايد النهيان بمراعاة الحالات الانسانية للأسر المشتركة الاماراتية والقطرية ورحب المجلس بالبيان المشتركة صادر من دولة الامارات والسعودية والبحرين ومصر المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فردا في قوائم محظورة مرتبطة بدولة قطر قال وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتس ان البرامج النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية تمثل الخطر الاكثر الحاحا على الامن القومي وحذر ماتس من الخسائر المحتملة في حالة نشوب صراع مع كوريا الشمالية مشيرا انها ستكون حربا خطيرة للغاية ذكرت وسائل اعلام فنزولية ان المتظاهرين المناهضين للحكومة القوا زجاجات حارقة على مبنى تابع للمحكمة العليا في البلاد وجاء هذا العنف بعد ان حكمت المحكمة العليا بعدم قبول شكوى من المدعي العام للبلاد ضد خطط الرئيس مادورو لتشكيل جمعية تخول اليها صلاحية اعادة صياغة الدستور تسلق الفرنسي الان روبير المعروف باسم سبايدرمان واحدة من اعلى ناطحات الصحاف في مدينة برشلونة الاسبانية من دون استخدام اي وسائل حماية ويشتهر متسلق الابنية باسلوبه الجريء فهو لا يستخدم اي معدات تسلق او سلامة باستثناء حداء مخصص للتسلق ومدى تباشرية تحافظ على جفاف يديه يتطلع كريسيانو رونالدو لقيادة بلاده للقب اخر كبير عندما يشارك منتخب الدروع الخمس في كأس القارات للمرة الاولى في تاريخه ويخوض المنتخب البرتغالي فعاليات الدور الاول لكأس القارات بالمجموعة الاولى التي تضم معه منتخبات روسيا ونيوزيلندا والمكسيك وتوجر رونالدو في غضون عام واحد بثلاثة القاب غالية حيث فاز بلقب يورو 2016 مع المنتخب البرتغالي نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة